اشتركوا في القناة الى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فلا يزال مجلسنا هذا المبارك المنعقد من رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة ليلة الجمعة نواصل فيها مدارستنا لخصائص النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام سراج الدين أبي حفص عمر الأنصاري بن الملقن رحمة الله عليه النوع الأول الذي ابتدأناه في ليلتين ومجلسين سابقين الخصائص الواجبات على نبينا عليه الصلاة والسلام والمقصود من الوجوب الذي يخص نبينا عليه الصلاة والسلام يعني بابا من الأجر والخير والفضل والمثوبة جعله الله خاصة لنبيه عليه الصلاة والسلام لا أنه بمعنى زيادة التكليف والإشقاق عليه وهو عظيم القدر عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم وقف بنا درس المجلس المنصر عند المسألة الرابعة وهو وجوب صلاة التهجد والتهجد في اللغة كما يقول العلماء مأخوذ من الهجود والكلمة من الأضداد يعني أنه هجد في اللغة تأتي بمعنى نامة وتأتي بمعنى سهيرة على الضد ومن ذلك قول الشاعر ألا زارت وأهل منا هجود وليت خيالها منا يعود يعني أهل منا هجود يعني منتبهيل وقول الآخر ألا طرقتنا والرفاق هجود فباتت بعلات النوال تجود يعني نياما وهجد وتهجد بمعنى واحد يقال هجدته أي أنمته ويقال هجدته أيضا بمعنى أيقظته فالتهجد يا كرام كما هو المتبادر إلى الأذهان بمعنى التيقظ بعد الرقود والمنام ثم أصبح بعد ذلك في عرف المسلمين اسما للصلاة لأنه ينتبه لأجلها ويقوم القائم من نومه للصلاة فالتهجد هو القيام إلى الصلاة من النوم وهكذا قال بمعناه بعض السلفك الأسود وعلقمه وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم ويقال للنوم أيضا الهجود ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن الليل فتهجد به فالمقصود هو الصلاة التي يتهجد بها المقائم يعني يقوم إليها من نومه للصلاة وهذا الباب من الخصائص يقوله العلماء في هذا النقاش وقد وقف الحديث عنده أكانت صلاة التهجد واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام ومر بنا الكلام عن الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك ووقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح لما سألها سعد بن هشام أنبئين عن قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعود إلى الحديث لنصل الكلام السابق باللاحق وهذا هو الصحيح قول المصنف رحمه الله نقلا عن النووي وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث منها حديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المصنف رحمه الله وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث منها حديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم وقد قال لها أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل فقالت كان الله فرض قيام الليل من أول هذه السورة فقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا حتى أنزل الله في آخرها التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وفي آخره فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فحدثته بحديثها فقال صدقت وأشارت رضي الله عنها بالآخر إلى قوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم وبعضهم قال إن الناسخ قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ناسخ لقيام الليل في حق أمته وفيه نظر لأن الخطاب في أول السورة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شركته فيه فالخطاب في آخرها إذن يتوجه لمن يتوجه إليه الخطاب في أولها وقد قيل إن المنسوخ من صلاة الليل ما كان مقدرا وأما أصل الوجوب فهو باقي لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه فتكون الآية كقوله تعالى فما استيسر من الهدي إذ لا بد من الهدي فكذلك لا بد من صلاة الليل والحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أفلا أكون عبدا شكورا من جملة ما يدل على عدم وجوبه عليه ولا أعلم أحدا قال بوجوبه علينا دونه هذه خلاصة ما يذكره العلماء رحمة الله عليهم في مسألة قيام الليل الذي جاء الأمر به في صدر سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا ومعلوم أن سورة المزمل من أوائل سور القرآن الكريم نزولا على نبي الله صلى الله عليه وسلم بل قال بعضهم إنها ثاني السور نزولا بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق فكون السورة في صدر الإسلام وأوائل الوحي ومطلعه على نبينا عليه الصلاة والسلام ويجيء فيها هذا الأمر قم الليل والأصل في الأمر للوجوب فكان الخطاب له عليه الصلاة والسلام ولأمته معه تشركه في هذا الأمر قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وارتل القرآن ترتيل ثم نزل آخر آية في السورة بعد ذلك بسنة يعني الآية الأخيرة فيها والتي جاء فيها التخفيف الإلهي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم وهذا مناط التخفيف فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر يعني من غير إلزام فصار هذا هو الناسخ للوجوب في أول السورة فالسؤال هاهنا جملة تتجه إلى دلالة الآية الكريمة أولا هل الناسخ في قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته أم هو لأمته دونه صلى الله عليه وسلم فيكون الوجوب باقيا في حقه والسؤال الثاني فقرأوا ما تيسر من القرآن هل هو ناسخ للوجوب في أول السورة فلم يعد قيام الليل واجبا أم هو ناسخ للمقدار ويبقى أصل الوجوب لأن الله في أول السورة قال قم الليلة يعني كله إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا فهل المنسوخ هو هذا القدر الذي هو معظم الليل أو نصفه أو ثلثه أو أقل من ذلك فيبقى أصل القيام واجبا وهو قول بعض السلف إن كان نادرا كما سيأتي بعد قليل من أجل هذا التنوع في دلالة الآية والاحتمالات المتعددة كان خلاف الفقهاء رحمة الله عليه يقول مصنف رحمه الله وقد ساق حديث سعد بن هشام وفيه أسئلة لعائشة أمنا رضي الله عنها فإنه في صحيح مسلم قصة طويلة جاء فيها سعد يسأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابته وعن قيامه فأجابته وعن وطره من الليل فأجابته رضي الله عنها ومنها هذا المقطع الذي أورده المصنف شاهدا قال أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل وهذا دلالة على أن عائشة رضي الله عنها ترى الوجوب لأن الأمر باق واستدلت بقوله يا أيها المزمل فقالت كان الله فرض قيام الليل من أول هذه السورة فدل ذلك على الوجوب في دلالة الآية فقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا يعني آخر آية في السورة حتى أنزل الله في آخرها التخفيفة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وفي آخر الحديث قال سعد بن هشام فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فحدثته بحديثها فقال صدقت وأشارت رضي الله عنها بالآخر إلى قوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم قال المصنف وبعضهم قال إن الناسخة يعني للأمر في الوجوب في قوله قم الليل إلا قليلا ليس آخر المزمل بل هو قوله في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك وموضع الشاهد والدلالة فيها على النسخ أن قوله نافلة أي تطوعا فكأن الأمر الذي كان واجبا في سورة المزمل أصبح نافلة يعني مستحبا لا واجبا في سورة الإسراء وقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ناسخ لقيام الليل في حق أمته هكذا قرر بعض أهل العلم قال ابن الملقن رحمه الله وفيه نظر وموضع النظر هنا الذي أورده الإمام ابن الملقن رحمه الله قوله لأن الخطاب في أول السورة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا أيها المزمل وقد شركته يعني الأمة فيه فالخطاب في آخرها إذن يتوجه لمن يتوجه إليه الخطاب في أولها يعني إن أردت أن تجعل آخر المزمل الآية علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إن أردتها ناسخة لقوله قم الليل إلا قليلا فينبغي أن تكون ناسخة للنبي عليه الصلاة والسلام لأمته ولا يسوغ التفريق بينهما لأن الخطاب في آخرها توجه لمن توجه إليه الخطاب في أولها قبل التنبيهات ختم بقوله وقد قيل في جواب ثاني أو في قول آخر لبعض أهل العلم إن المنسوخ من صلاة الليل ما كان مقدرا يعني المنسوخ هو المقدار وليس الأصل مرة أخرى سأقول قوله تعالى في أول السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا اجتمل على أمرين أحدهما إيجاب القيام قم الليل والثاني تحديد المقدار الواجب الذي يجب به القيام ما هو قم الليل إلا قليلا يعني أغلبه نصفه أو انقص منه قليلا يعني أقل من النصف ثلث أو زد عليه يعني الثلثين وردت للقرآن فاجتملت أول سورة المزمل على أمرين الأول إيجاب قيام الليل والثاني مقدار هذا الواجب وهو أنه الثلث أو النصف أو الثلثين أو معظم الليل فجاء آخر سورة مزمل على هذا القول ناسخا لا لوجوب القيام بل لمقدار القيام الواجب فبقي ماذا؟ بقي وجوب قيام الليل فبكم يكون؟ بأيسر ما يكون ولو بمقدار حلب شات كما يروى عن بعض السلف وأنه يجب على المسلم أن يقوم من الليل ولو ركعتين خفيفتين كمقدار حلب شات فقالوا أن من سوخ في قوله فتاب عليكم ما كان مقدرا وأما أصل الوجوب فهو باق لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه هذه الطريقة في فهم الآية تماثل قوله تعالى فما استيسر من الهدي في آية الحج وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر هذا التخفيف والتيسير لم يجعل الهدي مستحبا بل بقي الهدي واجبا فجاء التخفيف والتيسير هو في مقدار الهدي ونوعه وأنه ما تيسر فما استيسر من الهدي قال إذ لابد من الهدي فكذلك لابد من صلاة الليل يقصد في وجه الجمع بين وجوب الشيء والتخفيف فيه مع كونه واجبا كما في الهدي مع كونه واجبا لكن جاء التيسير فيه ثم قال المصنف أنه لم يجد أحدا من العلماء استدل بحديث عائشة في الصحيحين أفلا أكون عبدا شكورا لما سألته رضي الله عنها عن قيامه من الليل قياما طويلا حتى تتفطر قدماه قالت لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك أو قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا قال هذا مما يدل على عدم وجوب قيام الليل لأنه لم يقل وقد سألته لماذا تقوم لم يقل لأن الله أمرني بل أخذها من باب الشكر لله قال أفلا أكون عبدا شكورا فدل ذلك على عدم الوجوب وهو مما يقوي مذهب جمهور العلماء القول بأن قيام الليل أو التهجد ليس من الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يصح عدها في خصائصه صلوات الله وسلامه عليه نعم تنبيهات الأول إن قلت قوله تعالى نافلة لك يقتضي أن ذلك غير واجب عليه قال الجوهري النفل والنافلة عطية التطوع حيث لا يجب ومنه نافلة الصلاة والنفل التطوع فالجواب أن النافلة الزيادة ومنه قوله تعالى ويعقوب نافلة ولا يلزم منه كونها غير واجبة نعم هذا التنبيه الأول يعني لا يصح إذا أردنا الاستدلال على أن قيام الليل غير واجب على النبي عليه الصلاة والسلام ألا نقول لا ليس واجبا لأن الله قال ومن الليل فتهجد به نافلة لأن النافلة يعني التطوع قال لا يلزم من النافلة أن يكون تطوعا النافلة هي الزيادة وسميت النافلة في العبادات نافلة لأنها تزيد على الواجب ثوابا وتسد خلل النقص فيه فكانت نافلة بهذا المعنى اللغوي وربما يكون المعنى فتهجد به نافلة يعني زيادة في ثوابك مع كونها واجبة أي صلاة الليل قال الجوهري والنفل والنافلة عطية التطوع قال الجواب النافلة في اللغة هي الزيادة ومنه قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين فنافلة هنا بمعنى زيادة ولا يلزم من ذلك كون قيام الليل غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم نعم الثاني حديث جابر الطويل في الحج الثابت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة دال على عدم وجوب الوتر والتهجد هذا حديث جابر أيها المباركون رضي الله عن جابر حديثه الطويل في صفة الحج المخرج ويقرر في صحيح مسلم وغيره في كثير من دواوين السنة النبوية وهنا فيه شاهد لطيف يستشهد به بعض العلماء على أن قيام الليل لم يكن من الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم وموضع الشاهد في حجه عليه الصلاة والسلام وقام ليلة العيد لما بات بالمزدرفة بعد نفرته من عرفة ماذا فعل؟ صلى المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم في المزدرفة ونام ولم يصلي شيئا فلو كان التهجد أو قيام الليل واجبا لصلاها صلى الله عليه وسلم ولو صلاها لنقلها الصحابة ورواها جابر رضي الله عنه اسمع إلى اللفظ قال أنه أتى المزدرفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يصلي سنة بين المغرب والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فقول جابر صلى ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع يعني صلى ثم نام قال حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له إلى آخره قال هذا دليل على عدم وجوب الوتر والتهجد نعم لأن الظاهر أنه لم يفعلهما تلك الليلة لم يفعلهما يعني لا الوتر ولا التهجد نعم وقد يجاب عن التهجد بأنه لعله إذاك كان منسوخا وفي هذا رد على ما خرج به الدارمي من أصحابنا في استذكاره من أن الجامع بالمزدلفة يأتي بالوتر دون سنة العشاء والذي نص عليه الشافعي في الأم وغيرها أن السنة ترك النفل بعد العشاء كما يسن تركه بعد المغرب وصرح به الماوردي والقاضي حسين وغيرهما وأبعد العجلي فقال يأتي فقال إنه يأتي بسنة المغرب بعد العشاء ثم سنة العشاء بعد الوتر وهو مصادم للنص نعم يقول ربما يكون من الأجوبة التي يذكرها بعض أهل العلم أن التهجد ليلة مزدر فكانت في وقت النسخ إذن هذا تأكيد كما يقول بعض الفقهاء تأكيد على عدم وجوب التهجد عليه وقد كانت حجة الوداع قبل وفاته بثلاثة أشهر صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا رعاكم الله أن من الفقهاء من ذهب إلى أن الحديث جابر في صحيح مسلم وغيرها من أحاديث رواية صفة الحج لا تقوى دليلا على عدم صلاته صلى الله عليه وسلم للوتر خاصة لأن غاية ما في الأحاديث عدم نقل أنه صلاها وليس نقل أنه لم يصليها أنا إذا أردت أن أستدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الوتر ليلة المزدلفة إذا أردت أن أبحث عن دليل أنه ما صلى الوتر ليلة المزدلفة فإما أن آتي بدليل صريح بأنه لم يصلي الوتر أو أقول لم أجد دليلا أنه صلى الوتر وهذا ما الفرق في الدلالتين بين نقل العدم وعدم النقل عدم النقل أنني لم أجد أحدا من الصحابة نقل أنه صلىها فهل عدم النقل دليل على نقل العدم؟ عدم الفعل ليس دليلا على فعل العدم وبهذا يكون دليلا لكنه ريس بالقاطع الصريح في المسألة ومن ثم يذهب بعض الفقهاء في قول مرجوح إلى مشروعية صلاة الوتر ليلة المزدلفة عملا بالعمومات وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوتر وكان يصليها وكان لا يتركها حضرا ولا سفرا على كل هي أحد الدلالات التي أتى بها بعض الفقهاء لبيان معنى عدم وجوب صلاة الوتر في حقه صلى الله عليه وسلم من عدم صلاته إياها يعني الوتر والتهجد ليلة المزدلفة نعم الثالث قال الرافعي مقتضى الراوي عن عائشة أي الذي سلف وكلام الأئمة هنا كون الوتر غير التهجد المأمور به وذلك مخالف لما مر في باب صلاة التطوع أنه يشبه أن يكون الوتر هو التهجد ويعتضد به الوجه المذكور هناك عن رواية القاضي الروياني هل التهجد هو الوتر أم هما شيئان الصحيح أنهما ليس شيئا واحدا وأن التهجد هو القيام من النوم إلى صلاة بالليل ويفارق الوتر التهجد في أمور منها أن التهجد يكون من قيام نوم ولا يلزم الوتر أن يكون كذلك فربما أوتر بعد سنة العشاء الراتبة ومنها أن التهجد الأصل فيه أنه يكون مثنى مثنى والوتر يكون فردا ووترا ومنها أيضا أن التهجد يصح بالعدد القليل والكثير والوتر لا بد أن يكون عددا فردا كما أسلفت ولا يلزم منه القيام إلى من النوم نقل الرافعي أن مقتضى الرواية عن عائشة وما يقرره الفقهاء أن الوتر غير التهجد لكنهم قرروا في باب صلاة التطوع يشبه أن يكون الوتر هو التهجد قال وكأن التغاير أظهر وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله نعم قال وكأن التغاير أظهر وكذا قاله في تذنيبه على الشرحين إنه الأظهر المقصود هو الإمام الرافعي وله تذنيب يعني كتاب يعقب به على بعض كتب الآئمة الشافعية الفقهاء على الشرحين يقصد به ما سبق في شرح المهذب الذي علق عليه وشرح القاضي الروياني نعم وتبعه صاحب الحاوي الصغير قلت وحديث عائشة في الصحيحين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا يدل على أن التهجد هو عين الوتر وضع موضع الشاهد في حديث عائشة هنا تقول كان يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا السؤال هذه الصلاة أربعة وأربعة وثلاثة والمجموعة إحدى عشرة ركعة ما هي؟ هل هي ويتر أو تهجد؟ إن قلت ويتر إذن المجموع إحدى عشرة ركعة فهو ويتر وإن قلت تهجد وقيام ليل فهو تهجد بثماني ركعات والوتر ثلاث في آخرها هذا الحديث ربما يستدل به على أن التهجد هو عين الوتر لكن من يفرق بين التهجد والوتر وهو الصحيح يرى أن الحديث هنا جاء مجملا وفي حديثها الآخر يدل على التفريق بين التويتر والتهجد وهو الذي أشار إليه هنا نعم نعم حديثها الآخر يدل على مقابله وهو ما أخرجه مسلم عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره وهذا تصريح بأنه يصلي قياما وتهجدا ثلاثة عشرة ركعة الوتر منها خمس فأصبح المعنى أن ما كان قبل الخمس ركعات من الثلاثة عشرة ركعة وهي السبع ركعات مثلا وهي الثماني ركعات مثلا أنها كانت قياما وتهجدا ثم كان الوتر خمس في آخرها نعم الرابع فصلاته عليه الصلاة والسلام بالليل كانت أنواعا هذا تلخيص جيد موجز من المصنف رحمه الله يحكي فيه أنواع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كما رواها الصحابة أو كما حفظتها الروايات وأن عدد الركعات وأوقات القيام في الليل كان متنوعا لم يكن بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام يلزم عددا واحدا طيلة العام ولا وقتا واحدا طيلة العام ولذلك صح في حديث عائشة تقول رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وهو هنا إجاز كما قلت لمجموع الروايات التي تحكي صفة صلاته وقيامه بالليل مع الوتر صلى الله عليه وسلم الرابع فصلاته عليه الصلاة والسلام بالليل كانت أنواعا ست ركعات مفصولات ويوتر بثلاث رواه ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين ست ركعات مفصولات يعني بتسليمات ركعتان يا ركعتان يا ركعتان فهذه ست ركعات ثم يوتر بثلاث فيكون المجموع تسع ركعات نعم إحدى عشرة مفصولات ويوتر بواحدة روته عائشة رضي الله عنها والحديث في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركع يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا معنى قول المصنف إحدى عشرة ركعة يعني مفصولات ويوتر بواحدة قالت فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة يعني سنة الفجر نعم ثلاث عشرة كذلك يعني ثلاثة عشرة ركعة مفصولات ركعتان ركعتان ثم يجعل الوتر ركعة واحدة بعدما يصلي عشر ركعات بخمس تسليمات فيجعل الوتر ركعة في آخرها والحديث أيضا عند مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها نعم ثمان ركعات موصولات ويوتر بخمس متوالية لا يجلس إلا في آخرها وهو حديث عائشة السابق يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة لا يجلس في شيء إلا في آخرها يوتر بخمس متوالية فثمان موصولات يعني ركعتان وركعتان ثم يجعل ثمان موصولات بسلام واحد ثمان ركعات ثم يجعل الخمسة متوالية لا يجلس إلا في آخرها نعم تسع ركعات لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة يعني يصلي تسع ركعات الأولى فالثانية فالثالثة دون جلوس بينها وركعات متوالية يجلس في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم إلى التاسعة ويجعلها آخرة ويوتر بها نعم ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم ويصلي ركعة بعدما يسلم وسبع ركعات كالتسع المذكورة الحديث المذكور في الرواية السابقة أيضا عند مسلم في الصحيح في قصة سؤال سعد بن هشام لما قال أنبئيني عن وثري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل يعني أن يقوم من منامه فيتسوك ويتوضو ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة نعم سبع ركعات كالتسع المذكورة ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا مثنا ويوتر بثلاث موصولة هو أيضا جزء من حديث طويل عند مسلم في الصحيح قالت فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني كبر في السن وأخذه اللحم يعني كان جسمه بادنا عليه الصلاة والسلام أو ترى بسبع وصنع ثل ركعتين مثل صنيعه في الأول أربع ركعات روية أربع ركعات روية فتأمل ذلك أربع ركعات مروية أيضا في صفة قيامه من الليل عليه الصلاة والسلام والمقصود حديث أخرجه النسائي من رواية حذيفة رضي الله عنه قال وقد صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان قال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما يعني في طول ركوعه ثم جلس يقول رب اغفر لي مثل ما كان قائما ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال إلى الغدات يعني يؤذنه بصلاة الفجر والحديث مرسل وأشار المصنف ربما إلى ضعف الرواية بجعلها آخر الصفات المروية وبقوله في آخره روية لعلها إشارة إلى التضعيف فالمقصود أن المصنف رحمه الله أوردها هنا كما رأيتم وسمعتم سبع صفات مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل بعدد ركعات متعدد فائدة حكى النووي في شرح مسلم في باب صلاة الليل عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قد رحل بالشاه قال وهو غلط مردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه على حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح لما قال فصال قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال النووي رحمه الله هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الأمة فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في النسخ في حقه وأورد مجمل هذا الخلاف الذي سمعتموه في درس الليلة ثم قال وأما ما حكاه القاضي عياض عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع الاسم ولو قدر حلب شات فغلط مردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس هذا مروي قيل عن الحسن وقيل عن ابن سيرين وبعض آئمة التابعين أنه لم ينسخ وجوب قيام الليل وقد قلت لكم في أول المجلس أنهم ذهبوا إلى أن المنسوخة في سورة المزم ليس أصل الوجوب بل قدره أو مقداره المؤقت في صدر السورة وقوله ما يقع عليه الاسم يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم يعني أقل ما يسمى صلاة ولو ركعتان ولو كانتا ركعتين خفيفتين قال ولو قدر حلب شات ومقدار حلب الشات وقت يسير جدا فإن حلب الشات ليس كحلب البقرة أو الناقة وحلبها يسير وضرعها لا يحمل من اللبن مقدارا يستغرق زمنا طويلا لحلبه لأنه المراد بذلك أن يتحقق القيام ولو بقدر يسير من الليل ثم غلط هذا القول بالوجوب بأمرين الأول الإجماع على عدم وجوب قيام الليل مع الأحاديث التي أثبت فيها أن لا واجب على الأمة من الصلاة إلا المفروضات الخمس الخامس تعبيره في الروضة في التهجد بالصحيح لأجل الوجه الآخر أنه نسخ في حقه فإياك أن تعترض عليه كما وقع لبعضهم يعني أن الإمام النوبي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين لما تطرق إلى مسألة خصوصية الوجوب في قيام الليل في حقه عليه الصلاة والسلام قال إنه ليس واجبا على الصحيح أو قال واجب على الصحيح فهو إشارة إلى الوجه الآخر لمن يذهب إلى أنه منسوخ في حقه فقال لا تتعجل بتغليط كلام الإمام النووي فإنه أراد الإشارة إلى القول الآخر في المسألة السادس ذكر في الروضة في كتاب السيري أن الله تعالى فرض من قيام الليل أولا ما ذكر في سورة المزمن ثم نسخه بما في آخرها ثم نسخه بالخمس نعم هذا خاتم التنبيهات أو خاتمة التنبيهات والفوائد التي أوردها في مسألة وجوب التهجد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومجمل ذلك يا كرام بما أن مسألتنا هي الحديث عن صلاة التهجد أكانت واجبة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فنعدها في خصائصه أم لا ليست كذلك وكانت واجبة في أول الإسلام عليه وعلى أمته ونسخ الوجوب نجمل خلاف العلماء وأقوالهم في نسخ قيام الليل في الأقوال التالية أولها المشهور أن قيام الليل منسوخ في حق الأمة وبقي فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اتجاه من يرى أن قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام دون أمته وبهذا الاعتبار أوردوه في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومن هنا أتى المصنف به في الكتاب وغيره من العلماء عدوا قيام الليل أو التهجد من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الواجبة والدليل على ذلك ما مر بك في صدر سورة مزمل فإن قلت النسخ في آخر السورة قالوا النسخ للأمة ليس له وأما هو فقد قال الله له ومن الليل فتهجد به نافلة لك فإذا قلت لا معنى نافلة أي تطوع جاءك الجواب أن النافلة بمعنى الزيادة سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة وهم يذهبون إلى الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام بمقتضى الأدلة السابقة هذا القول الأول القول الثاني أن قيام الليل نسخ منه ما كان مقدرا وبقي أصل الوجوب لما قلت لكم في صدر المجلس أن قوله في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه اجتمل على أمرين أحدهما وجوب قيام الليل والثاني مقدار هذا الوجوب فلما جاء التخفيف والنسخ في آخر السورة فتاب عليكم جاء النسخ للمقدار لا لأصل الوجوب قالوا نسخ منه ما كان مقدرا وبقي أصل الوجوب لقوله تعالى فقرؤوا ما تيسر من القرآن بناء على أن المراد بالقراءة هنا الصلاة سماها ببعض أجزائها كما قال المصنف كالهدي لا بد منه وإن كان ما تيسر لقوله فما استيسر من الهدي القول الثالث أنه نسخ بالكلية فصلاة الليل والتهجد ليست واجبة أصلا لا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أمته وأن النسخ في آخر السورة فقرؤوا ما تيسر من القرآن يشمل الجميع للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته على حد سواء القول الرابع وهو كالثاني في محصلته لكنه يختلف في طريقة الاستدلال أنه نسخ المقدار وبقي أصل الوجوب كيف؟ قالوا نسخ الأصل بعد ذلك يعني كان الأمر واجبا بمقدار واجب قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه كان هذا الوجوب وجوب فعل وتحديد مقدار أيضا ثم لما نزل قوله تعالى فقرؤوا ما تيسر من القرآن نسخ القدر وبقي أصل الوجوب ثم لما فرضت الصلوات الخمس نسخ وجوب قيام الليل فما بقي لا القدر ولا الأصل وهذه الطريقة التي انتهجها الإمام الشافعي رحمه الله في الأم وفي الرسالة يدل على طرق النسخ وهو قد جمع ذلك في دلالة السنة مع دلالة القرآن قالوا نسخ المقدار أولا وبقي أصل الوجوب ثم نسخ أصل الوجوب بعد ذلك وهذا هو الراجح عند المحققين فإن النسخ الثاني وقع بفرض الصلوات الخمس بياني مواقيتها مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ذكر هذا النووي وغيره وهو مقتضى كلام الشافعي كما تقدم القول الخامس أن النسخ وقع بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك والخطاب ليس خاصا هنا برسول الله عليه الصلاة والسلام بل له وللأمة كما أن الفرض في قوله يا أيها المزم القوم الليلة ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام بل له وللأمة وامتد فرض قيام الليل إلى ما بعد الهجرة ونسخ بالمدينة بقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وهذا خلاصة ما أورده العلماء رحمة الله عليهم فيما يتعلق بوجوب صلاة التهجد في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلم عند الله نعم السابع السواك وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح مضى إلى الآن في قسم الواجبات مسائل أربعة تقدم سابقا ثلاثة مقرونات وهي الأضحى والوتر وصلاة الضحى يعني الأضحية والوتر وصلاة الضحى وكانت الرابعة مسألة صلاة التهجد هذه هي المسألة الخامسة وهي السواك وهو إما من صنيع المحقق كان ينبغي أن يقول المسألة الخامسة لأنه سيعقبها بعد ذلك المسألة السادسة فإما سهون منه فجعلها متابعة لترقيم التنبيهات أو هو أيضا سهون في خطأ المخطوطة المسودة التي وقف عليها في ترقيم المسألة وإلا هي مسألة مستقلة السواك وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وهي خامس المسائل المعدودة في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم فضل السواك وأجره وأنه مستحب السؤال هل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام إن قلت نعم كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وإن قلت لا فسيحتاج إلى مناقشة وها هو المصنف رحمه الله يأتي بدليل من قال بأنه من خصائصه ودليل ذلك والجواب عنه أيضا نعم المسألة الخامسة السواك وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم على الصحيح واستدل له بحديث عائشة السالف وقد علمت ضعفه حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في المجلس السابق قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث هن علي فرائض وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل قال وقد علمت ضعفه لأنه بيّن هناك أن الحديث ضعيف أخرجه البيهقي وفي سنده موسى الصنعاني قال ابن عدي منكر الحديث وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام مقاتل الكلبي وقال البيهقي موسى هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد فلأجل ضعف الحديث أشار إليه بقوله هنا استدل له بحديث عائشة وقد علمت ضعفه نعم نعم روى أبو داود والبيهقي في سننهما وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث عبد الله بن حنظلة بن عامرين الغسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهرا من حديث عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل هذا اللقب يقصد به حنظلة بن عامر رضي الله عنه المسمى بغسيل الملائكة شهيد أحد في غزوتها في القصة المشهورة التي ذكر فيها بن هشام في السيرة يسمى بغسيل الملائكة فإنه لما استشهد يوم أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه فلما سئلت صاحبته قالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتف للجهاد فاستشهد فغسلته الملائكة فأصبح هذا لقبا شريفا جليلا ومنقبة لحمضلة بن عامر رضي الله عنه والحديث هنا من رواية بنهي عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه هذا الحديث دليل ثاني غير حديث عائشة الذي تقدم بعفه حديث عبد الله بن حنظلة بن عامر وفيه صراحة دليل على وجوب السواك أين هو؟ قال كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث الحديث عند الإمام الحاكم وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه يعني البخاري ومسلم وعدم تخريجه ما للحديث لأن في سنده محمد بن إسحاق وهو ليس من رواة الصحيحين ومصنف في عداد المدلسين وقد عنعن في روايته هذا الحديث فلذلك لا يرقى لأن يكون على شرط الشيخين وللحديث شاهد من طريق آخر في إثبات رواية الحديث عن حنظلة عن عبد الله بن حنظلة بن عامر رضي الله عنه فصار الحديث هذا من جملة ما استدل به القائلون على وجوب السواك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أبواب وفي الباب أحاديث أخر تدل على ما سوى ذلك وهو أن الحديث لا يرقى إلى الوجوب وإن كانت ليست الدلالة فيه صريحة من ذلك ما أخرج البلهقي من حديث أم سلامة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أنظراسي يعني من شدة العناية به وعن البخاري قال هذا حديث حسن كما أخرج البيهقي وأيضا روى البيهقي من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدريدني ومعنى يدريدني يذهب بأسناني كما يقول آئمة اللغة ومنه يسمى الرجل دريدا إذا سقطت أسنانه لكن رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عائشة فيها مقال الحديث مجموعها لا يقوى على القول بوجوب السواك في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا جاء القول الآخر أنه ليس من الواجبات بل هو من المستحبات كما روا حديث واثلة بن أسقع الآتي ومن أصحابنا من حكى وجها في حقه كما في حق الأمة قلت واستدل بحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي هذا صريح بأنه لم يكتب حتى خشيت أن يكتب يعني لم يعد مكتوبا ولم يفرض عليه صلى الله عليه وسلم نعم رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في أكبر معاجمه من طريقين مدارهما على ليث وروا بن ماجا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي ولولا خشيت على أمتي لفرضته عليهم وإني لا أستاك حتى إني خشيت أن تدردر مقادم فمي تدردر يعني تسقط أسنان مقادم الفم قال وفي سنده من تكلم فيه والمقصود به بعض رواة الحديث عند ابن ماجا في سننه وهم عدة قال الهيثمي في الزوائد إسناده ضعيف فيه عثمار بن أبي عاتكة الأزدي عن علي بن يزيد الألهاني وقد ضعفوه وعدد من رواة السند لا تقبلوا روايتهم وفي هذا الواجب تنبيهات يأتي المصنف عليها نجعلها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى وفقنا الله وإياكم للعلم النافعي والعمل الصالح ورزقنا وإياكم حسن التأسي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ونسألك اللهم لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك الهادي ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تبلغنا بها أعلى الدرجات وأسنى المقامات صلاة وسلاما تكفر بها عنا السيئات وتفرج عنا الكربات وترفع بها في أعلى جناننا في الدرجات يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين